كيف تدرس الفيزياء باستخدام طريقة فاينمان؟ عندما نتحدث عن أساليب التعلم الفيزياء لا يمكن أن نتجاهل إسهامات ريتشارد فاينمان أحد أعظم العلماء الذين حصلوا على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1965 ولكن ما يميز فاينمان حقاً ليس فقط اكتشافاته العلمية بل براعته في التعليم كان فاينمان مؤمناً بأن أي شخص عادي يمكن فهم الفيزياء إذا تم تخديمها بشكل صحيح ومن هنا طور التقنية تعليمية تتضمن أربع خطوات بسيطة ولكنها فعالة في هذا الفيديو سنتعرف سوياً على كيفية دراسة الفيزياء باستخدام طريقة فاينمان لتحسين فهمنا وتذكرنا المفاهيم العلمية الخطوة الأولى الكتابة اكتب بدون تردد دائماً كل ما تعرفه عن الموضوع في دفتر الملاحظات أضف الأمثلة بالرسومات التوضيحية كلما أمكن ذلك لماذا من المهم أن تكتب؟ لأن كتابة أي شيء يجعلنا نتذكره بشكل أفضل هذا أيضاً السبب الذي يجعل العديد من مدربي مهارات الحياة ينصحون دائماً بكتابة وتدوين أهدافنا الخطوة الثانية الشرح اشرح كل ما تعلمته في غرفة فارغة هو تخيل أنك تقوم بشرح ما تعلمته لزميل أو صديق لك لن تختبر هذه الخطوة الحفظ فحسب بل ستساعدك أيضاً على أن تصبح معلماً أفضل وبالتأكيد أعلم أن الكثير لا يرغب في الالتحاق بمهنة التدريس لكنها ممارسة جيدة وهي نقل ما تعلمته بكلمات وصوت عالي الخطوة الثالثة التحليل هناك قول مأثور ينسبه الكثير إلى فاينمن إذا لم تستطع شرحه بوساطة فأنت لا تفهمه وهو أمر الواضح إلى حد ما اسأل نفسك هل قمت بشرح الموضوع بشكل جيد؟ أين الفجوة التي وجدتها في فهمك للموضوع؟ قم بتحديدها بشكل دقيق ومن ثم قم بإعادة النظر في دفتر ملوحظاتك ذالباً ما تزيد التكرار والمراجعة من ثقتك بنفسك لأن الفجوة في الفهم سوف تقل وقد ترغب في إعادة كتابة ملاحظاتك بلغة أكثر بساطة من ذي قبل نأتي الآن للخطوة الرابعة وهي التكرار تأكد أن مع التكرار سيكون لديك فهم أفضل للموضوع لذا اجتمع مع صديقك واشرح له الموضوع مرة أخرى التدريس هو أداة من أدوات التعلم لأنه عندما يعلم المرء يتعلم اثنان أخيراً خذ ملاحظات من صديقك واعرف ما إذا كنت قد قمت بعمل أفضل من المرة السابقة هل تعلم أن بروفيسور الفيزياء وولتر ليوين المشهور بمقاطع الفيزياء على اليوتيوب اعتاد التدريس خمس مرات في قاعة فارغة قبل أن يلقي درساً بالفعل وفي الختام تقنية فايمان ليست مجرد طريقة لتعلم الفيزياء بل هي أسلوب فعال يمكن تطبيقها على أي مجال من مجالات المعرفة من خلال الكتابة الشرح التحليل والتكرار يمكننا تحسين فهمنا وتذكرنا للمفاهيم الجديدة فإذا كنت ترغب في تحسين قدراتك التعليمية وزيادة فهم كلمات الفيزياء فجرب تقنية فايمان ولاحظ الفرق بنفسك